تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مرزت خبري خيمس رودريغز حتى الآن بعد مبارتين سجل هدف صنع آخر وفي كل مباراة صنع ما يقارب أربع فرص لفريقه كمعدل وهذه الفرص كانت سرحة للتسجيل بداية عظيمة قام بها خيمس في إيبرتون جعلته محط إشادة وتشجيع من الجميع المدرب اللي أصر على التعاقد معه كارلو أنشلوتي خرج بتصريحات وقال فيها لبي بي سي أنا سعيد لخيمس هو بيرعب في بلد جديد ودور جديد الأمر مش سهل أبدا لكنه جعله سهل لأنه لاعب عنده جودة عالية وقد برهن أنه لاعب رائع موقع سبورت بايبل اللي معروف عنه أنه عنده طابع ساخر في الرياضة تحدث عن السفقة وقال هو يستحق كل فلس دفعته من أجله ولو كان الصفقة مجانية طبعا هو يقصد أنه اللاعب انتقل بقيمة مجانية لكن قيمته الفنية عالية جدا ولو إيبرتون دفع عليه أي فلوس فهو فعلا فرق صحيفة داناشينال اختارته أفضل لاعب في مواجهة وست برومتش وعطته تقييم 8.5 موقع سكواكا قال عنه متعة أن تشاهده وعجبتني تغريدة فارس عوض اللي حكى فيها أنا ومعك فقط أكون أنا وبضع صورة خيمس وأنشلوتي ويقصد أنه خيمس يعيش حالته الفنية الأفضل دائما مع كارلو ويقال موقع بيتي سبورت سيخطف قلوبه جمهير إيبرتون الجميع بيعرف أنه خيمس عنده جودة الجميع فينا بيعرف أنه خيمس لمسه ذهبية أهدافه حاسمة بيعرف يخليك تلعب وبيعرف يساعد الجميع لكنه لاعب بحتاج فعلا نوع من الثقة الخاصة بحتاج أنه يشعر أنه جزء أساسي من المنظومة ومش لاعب مهدد بحتاج بيشعر أنه الناس اللي حوله بيعتمدوا عليه وهذا اللي بوفر له يا كارلو أنجلوتي هو يعمل ويجعل غيره يعمل في الملعب لدرجة شوفت تغريدة يعني لهفة للانتباه لمشجع من إيبرتون بقول لدينا دي بروين جديد صحيفة ماركة المدريدية رزدت القصة أيضا وقالت عناق أنجلوتي في نهاية المباراة يوضح ما يحتاج خيمس ويحتاج الحب زيدان كان يتجاهله ولم يكن يضعه في مكان مناسب لدرجة أنه كان يلعب أقرب لكاسيميرو منه أنه يكون قريب للمهاجم من زيما وهذا لا يناسبه الجميع الآن بيحتفل في إنجلترا بخيمس هو يرقص هناك الآن حرفيا لكن علينا نفهم أنه البدايات لا تعني شيئا المهم جدا أنه يقدر خيمس يكرر هذا المستوى ويصدق كلام اللاعب أوين هارغريمس عنه في تصريحه التلفزيوني بعد مباراةه الثانية واللي قال فيه إنه لاعب خاص يتحرك بشكل مميز في أماكن مختلفة يبدو مرتاحا كما كان مرتاحا مع منتخب كولومبيا برأيكم خيمس رودريغز هل حيكمل هيك؟ وإلا هي مجرد حماس البدايات